انهاء هدنة لم توقف المعارك على الأرض أساسا التحالف العربي قرر إنهاء اتفاق الهدنة العسكرية مع الحوثيين الذي بدأ في الخامس عشر من ديسمبر الماضي أما عن الأسباب فقد تعددت إذ تضمن بيان التحالف أن قرار وقف الهدنة يأتي بعد أن تكررت اعتداءات المتمردين على الأراضي السعودية بإطلاق السواريخ الباليستية باتجاه المدن كما استهدفوا المراكز الحدودية للمملكة خروق عسكرية امتدت لخروق إنسانية بإعاقة الحوثيين أعمال الإغاثة والتحفظ على المساعدات الإنسانية الملحة الموجهة كما يفترض لمدنيين محاصرين داخل مدنهم أو ما تبقى منها هذا كله مع استمرار الحوثيين في عملياتهم العسكرية في عدد من المحافظات مستهدفين أحياء سكنية وقتلهم واعتقالهم للمدنيين بالمدن التي تقضع لسيطرتهم مستمر أيضا ما أن أعلن انتهاء وقف إطلاق النار حتى كثفت مقاتلة التحالف غاراتها على مواقع الحوثيين وقوات صالح في صنعاء وصعدة وتعز تعز التي تشهد كارثة إنسانية جراء الحصار الخانق التي تتعرض له المدينة منذ ثمانية أشهر فبين منعاً للمساعدات الإغاثية الغذائية منها والطبية من الوصول إلى المدينة والقصف اليومي العنيف والعشوائي على المباني والأحياء السكنية يزداد الوضع سوءاً إلى جانب انتهاكات حوثية عسكرية لم تتوقف في محافظات مأرب والضالع والجوف التي استعادتها القوة الموالية للشرعية لكن تبقى بها قليل من الجيوب التابعة لقوات الحوثيين التي تحاول استغلالها لتعويض أي خسارة تتلقاها غير أن المعركة التي تعني الأطراف كافة وتثير قلق المتمردين هي صنعاء بعد أن نجحت القوات الشرعية في إحراز تقدم كبير فيها لتصبح أكثر قرباً من هدفها الرئيسي ترجمة نانسي قنقر